اشتركوا في القناة لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غنف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بر رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغنوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم السلسان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنسيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين إن البيت الحرام يبتغون فغلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنطة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الضر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذ أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا بجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستموا النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطُ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهُ إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ همَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَانُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأعباءه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمصرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يغفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شاء أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسخر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشموا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتقدوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أرسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقدون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه واجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاوط أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طويانا وكفرا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تعوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن مركر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سقط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون سَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ 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 Değerli Kardeşlerim سَدَقَ اللّٰهِ الْعَظِيمُ Bir ayet, bir yorum köşemizde bugün okuduğumuz cüzde yer alan Maide Suremizin 54. ayetini siz değerli kardeşlerimle paylaşmak istiyorum مرحباً لكم. وشرف وشرف لديه في قليل وعلى اعنام يدولد ذلك Değerli Kardeşlerim, Kur'an-ı Azimüşşan sadece Müslümanlara değil, yeryüzündeki tüm insanlara hitap etmektedir. Hitap ederken de elbette ki karşılığını almak istemektedir. Dolayısıyla tüm insanları kendisine, kendi kriterlerine getirdiği ilke ve mesajlara ve özellikle de adına İslam denilen din-i mübini İslam'a bütün insanları davet etmektedir. Ve bu yönüyle de Kur'an'ımız iman bakımından, daha doğrusu inanmak ya da inanmamak bakımından insanlara tasnif etmektedir. Bunun başında müminler, akabinden Allah esirgesin kafirler ve ikisinin ortasında yer alan münafıklar diye üç gruptan bahseder. Elbette ki bugün ben sizlere bu üç gruptan bahsedecek değilim. Sadece Maide suremizin elli dördüncü ayeti kerimesinde Estaizu billah Ya eyyühellezine amenû Ey iman edenler Hıtabıyla Mümin olarak Gördüğü Ve O sıfatla Hitap ettiği Çevreye Yani mümin, kafir, münafık Kafiri münafığı köşeye koyduk Sadece müminlere Yani ey İman nuruyla nurlanmış İslam şerefiyle müşerref olmuş Mümin kullarım Diyor Cenab-ı Hak Men yartedde minkum an dinihi fesevfeye'tillah Allah esirgesin Cenab-ı Hak iman şerefini bir taraftan vurgularken Bir taraftan da bu şerefin Devam etmesini istemektedir. Kesintiye uğramaksızın Doğuştan Ölüme kadar Başlangıçtan İlahi yömin kıyame Sekteye uğramadan Kesintiye uğramadan Aldığımız nefesle birlikte Son nefesimize kadar Bu iman şerefiyle Bir hayat sürebilmemiz için Mümin kullarına Zaman zaman Bu tür hitaplarla Hitap ederek Temsil ettikleri Kimliğin kıymetini Bilmelerini vurgulamak istemektedir. Ey iman edenler Sizden Eğer birileri Kim Dininden dönerse Men yartedde Mürted diye hepimiz biliriz Mürted Bu da yine Yani Kur'an'ın Kur'an'ın Efendim İman noktasında İnsanlara Atfetmiş olduğu Vasıflardan biri Ama Kime Allah göstermesin Önce mümin olup da Daha sonra Dinden dönenler için Kullandığı Bir hitap Bir vasıf Bir sıfat Hani Bakara suresinde Yine bir ayetimizde Ve men yartedid Minkum an dinihi Fe yemut Ve huve kafir Kim Dininden Dönerek Ölürse O kafir olarak Ölür Onun için Değerli kardeşlerim Haşa Yüce Mevlamızın Bize ihtiyacı yok Ama o kullarına O kadar acıyor ki O kadar merhamet ediyor ki Hani bir insan Önce malı yoktur Fakirdir Yani fakir için Mal mülk Elbette kıymetlidir ama Yani Fakir Fakirliğin Efendim Şartları içerisinde Yaşamaya Alışmış bir insandır Ama bir zenginin Yani malı Varlığı Efendim Dünyalık her şeyi Olan birinin Bir anda Elinden bütün Varlığının Gittiğini düşünem Yani Onun Durumuna Yani Allah Düşürmesin Yani Zenginken Fakir Olmanın Acısı Izdırabı Bir şeyde yoktur Hani bir insan Allah götürmesin Mümin değildir Hayatı öyle gidiyor Ama bir de Birden Mümin Olduktan Sonra Yani İmana Erdikten Sonra Eğer Din Dairesinden Çıkarsa Haşa Evet Cenab-ı Hak Dikkatini Dikkatlerimizi Çekiyor Bu noktaya Çekiyor Aman ha Diyor Bakın Bulunduğunuz Bulunduğunuz Efendim Dinin Kıymetini Bilin Vermiş Olduğum İman Nimetinin Kur'an Nimetinin Kıymetini Bilin Ha Bilmezseniz Bilmezseniz Yani Cenab-ı Hak Bize Pek çok Nimet Vermiş Maddi Ve Manevi Pek çok Nimetler Sunmuş Yine Bir Ayeti Kerimede Cenab-ı Hak Size Öyle Nimetler Vermiş Ki Saymaya Kalkışırsanız Sayamazsınız Mümkün Değil Gerek Maddi Nimetler Gerek Manevi Nimetler Hakikaten Yani Saymaya Kalksak Sayamayız Onun için Manevi Nimet Diyebileceğimiz Dini Mübini İslamla Müşerreflendikten Sonra Allah Esirgesin Cenab-ı Hak Ey İman Edenler Men Yertedde Minküm Andini Hiç Kusura Bakmayın Bu Nimet Bilin Eğer Bilmezseniz Bilmezseniz Dininizin Kıymetini Bilmez de Dinden Dönerseniz Yani Cenab-ı Hak Adeta Bana Bir Zarar Veremezsiniz Diyor Hani Yine Bir Ayet İnten Surullaha Yansur Kum Eğer Siz Allah'a Yardım Ederseniz Allah Da Size Yardım Eder Eğer Siz Allah'a İnanırsanız Cenab-ı Hak Sizin İnancınızı Güçlendirir Fezadet Hum İmana Allah Onların İmanlarını Artırır Müminlerin İmanlarını Artırır Ama Tersi De Tekrar Altını Siziyorum Allah Muhafaza Eylesin Tersi De Mümkün Bu Ayet-i Kerime Buna İşaret Ederken Böyle Olun Değil Olmayın Niye Sizden Kim Dininden Dönerse Fesevfe Ye'tillâhu Bi kavmin Yuhibbuhum Allah Öyle bir kavim Getirir ki Allah Onları Sever Ve Yuhibbûne Ve Onlar da Allah'ı Severler Yani bu Cenab-ı Hak İçin Çok kolay Onun için Onun için Vermiş oldum Nimetin Kıymetini Bilin Din-i Mübini İslam'ı Hayatınızın En Ücra Köşe Ne Kadar Tatbik Etmeye Çalışın Eğer Kıymetini Bilmezseniz Cenab-ı Hak Ben kıymet Bilen Efendim Benim Onları Sevdiğim Onların da Beni Sevdiği Kavimler Milletler İnsanlar Getirebilirim Ve getireceğim Bir Getiririm Diyor Allah Ki Onlar Yani Yani Cenab-ı Hak Burada Kendisinin Sevdiği Onların da Allah'ı Sevdiği Efendim Kavimler Milletler Derken Yani Bugün Elhamdülillah Bu Kavram Altında Şükürler Olsun Biz Varız Yani Biz Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hak Bizi Sevgisinden Şefkatinden Rahmet Ve Merhametinden Ayırmasın O Bizi Seviyor Bizde Onu Seviyoruz Dolayısıyla Allah'ın Kendilerini Sevdiği Ve Onların da Allah'ı Sevdiği İnsanların Kimler Olduğunu Da Allah Bu Ayeti Kerimede Ayetin Devamında Gösteriyor Kimmiş Onlar E Zilletin Alel Muminin Allah'ın Onları Onların da Allah'ı Sevdiği Mümin Kulları Var Ya Onlar Müminlere Karşı Son Derece Mütevazi Son Derece Alçak Gönüllü Son Derece Hoş Görülü Sevgi Şefkat Ve Merhametle Mümin Kardeşlerine Müminlere Yaklaşırlar Değerli Kardeşlerim Şu Ayda Buna Ne Kadar İhtiyacımız Var Değil Mi Mümine Yakışan O Değil Midir Zaten Kur'an Nitekim Onu Söylüyor Mümin Kardeşlerim Onlara Karşı Kişiliklidirler Şahsiyetlidirler Onur Ve İzzet Sahibidirler Söylenmesi Gereken Neyse Onu Söyler Yapılması Gereken Neyse Onu Yaparlar Daha Onlar Kimlerdir Yücahidune Fî Sebilillah Allah Yolunda Cihad Ederler Yücahidun Cihad Ederler Ne Demek Cihad Ederler Biz Cihad Derken Hemen Efendim Böyle Sanki Kılıçla Kalkanla Topla Tüfekle Hürra Sabaşa Koşalım Elbette ki Yeri gelince O da Olacak Ama Müminin Yaptığı Her İş Cihattır Ama Nerede Fî Sebilillah Eğer Allah Yolunda Olursa Allah Yolunda Yapılan Her Şey Cihattır Ve Allah'ın Kendilerini Sevdiği Kullar İnsanlar Sayu Gayretlerini Çalışmalarını İşlerini Niçin Yaparlar Fî Sebilillah Allah İçin Yaparlar Allah Rızası İçin Yaparlar Demek ki Kardeşlerim Yaptığımız İşleri Allah İçin Yapacağız Birine Hoş Görünmek İçin Değil Efendim Herhangi Birinin Falancı Efendim Benim Şu İşimi Şöyle Görüsün Şu İşimi Yapsın Diye Değil Allah İçin Yapacağız Ve Karşılığını Da Allah'tan Bekleyeceğiz Yani Müminin Müminin Yaptığı Her İş Mübarek Ramazan Ayı İçerisindeyiz Yardımlaşma İçerisindeyiz Birbirimize Yardım Ediyoruz Omuz Veriyoruz Parapul Konusundan Maddi Ve Manevi Nimetler Konusundan Yardımcı Oluyoruz Bunları Allah İçin Vereceğiz Ve Kesinlikle Verdiğimiz Taraftan Bir Şey Beklemeyeceğiz Hatta Belki Karşı Etrafın Haberi Haberi Olmayacak Yapmış Olduğumuz Yardımdan Değerli Kardeşlerim Bir Diğer Efendim Vasıf Kapılmaz Sevdiği Ayet-i Kerime Dini Dini Altyazı